الرئيس الموريتاني السابق محمد ولعبد العزيز خارج أسوار السجن مؤقتا قراروا قضائي بعد أن أدخل إلى المستشفى للعلاج أنصار ولعبد العزيز رحبوا بالقرار القضائي مطالبين وفق وصفهم بإنصافه الوضعية الصحية للرئيس السابق محمد ولعبد العزيز هي وضعية كما وصفها الأطباء مستقرة لكنها لا زال تحتاج إلى المزيد من البحوصات والعلاج وهنا أشيد أيضا بهؤلاء القضاة وأشكرهم على هذا الموقف الإنساني ولازم ننتظر المزيد القرار جاء بعد ساعات من بيان للفريق الطبي المشرف على حالته العبد العزيز والذي يؤكد تحسن حالته الصحية واستجابته للعلاج داخل مستشفى القلب في نواكشوت الذي يشهد محيطه تعزيزات أمنية بعد يوم واحد من تجمع أنصار الرئيس السابق أمامه احتجاجا على ما اعتبره محاولة النظام الحاكم تصفيته قبل أن يتم تفرقهم بالقوة من قبل القوات الأمن الرئيس الحالي محمد ولعبد العزيز هو سجين عنده ملفات صعيبة وينبغي أن تأخذ الدولة والشعب المرتنى حقوقه من خلال محاكمة عادلة له ولبعد الآخر هو وضعيته الصحية في نفس الوقت الذي هو سجين ينبغي أن يبقى في السجن حتى يحاكم يبرأ ويطلق صراحة أو يسجل ينبغي أن توفر له علاجات لازمة إذا كانت توفره موري تاني أو خارج والعبد العزيز أحيل الاستجن قبل ستة أشهر بعد خرقه للإقامة الجبرية التي فرضت عليه بعد أن وجهت له لجنة تحقيق برلمانية تهما بالفساد من بينها استغلال النفوذ والثراء غير المشروع الذي شهد فترة حكمه للبلاد قرار الإفراج عن الرئيس السابق محمد العبد العزيز رافقه كثير من الجدل السياسي والقانوني فيما اعتبر معارضون له أن هذه الخطوة قد يطبعها طي واحد من أكثر الملفات تعقيدا وحساسية أمام النظام الحالي طيب الغذ الحرة نوكشور لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الموريتانية جعفر ولد أبيا عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق وأيضا إبراهيم أبتي محامي الدولة الموريتانية أهلا بكم أستاذين أبدأ معك أستاذ إبراهيم أبتي محامي الدولة الموريتانية الجميع يتساءل الآن هل بهذا القرار يعتبر ولد عبد العزيز فوق القانون السجين لا يخضع للقانون السلام عليكم ورحمة الله شخصيا بصيفة محامي شخصيا بصيفة محامي الطرف المدني لست هنا للتعليق على إطلاق صراح الوضع تحت المراقبة القضائية هذا ليس من شيئا ما يهمني هو أن ألاحظ أن القضاء الموريتاني اليوم اعتمد رأي الأطباء واتخذ قراره على ذلك الأساس بعد أن وافقت النيابة العامة وطلبت هي الأخرى الإفراج الموقت مع المراقبة القضائية على أساس التقليد الطبي الذي تقدم به الفريق الطبي المعالج للمتهم ولكن الجميع يتساءل ربما لماذا هذه المعاملة التفضيلية هناك سجناء آخرين قد يكونون بحاجة لمثل هذا القرار ولم ينالوه على كل حال الأساس في القضية هو ما قرره قطب التحقيق المكلف من مكافحة الفساد على أساس تلك المعطيات قرر هذا الدوان ما يراه مناسبا وهنا نحن نعالج هذه القضية بذات ربما حالات أخرى ستعالج حسب حالتها وحسب ما تقدم من طرف الأطباء ومن طرف النيابة إلا أن المهم هنا هو أن الحالات المرضية الرأي الأساسي فيها يعود للأطباء والأطباء قالوا كلمتهم والقضاء اعتمد تلك ذلك الرأي نعم أستاذ جعفر ولدبيا كان هذا ربما أطلب أبرز مطالب هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز هل يرضيكم هذا القرار؟ شكرا جزيلا مرحبا أنا أتشرف بالجلوس مع جناب النقيب الموقر الأستاذ إبراهيم اللبتي وإن كان هنا محل بين قوسين تمثيله للطرف المدني ما زال مشكوكا فيه خصوصا أن قطبة التحقيق رفض التمثيل مسبقا في قرار سابق وشهير هذه القضية لا يوجد فيها أي طرف مدني محدد بذاته حتى يكون له صفة التحدث كطرف مدني بالرجوع إلى القرار الذي صدر اليوم في الحقيقة صدر قراراني عن قطبة التحقيق أحدهما يتعلق بالإفراج المؤقتة عن موكلنا الرئيس السابق محمد العبد العزيز في حين صدر القرار الآخر المتضمن وضعه تحت المراقبة القضائية المشددة بالنظر إلى جانب الكأس الممتلئة نجد أن الإفراج المؤقتة كان مطلبا لهيئة الدفاع منذ أكثر من خمسة مرات طلبناه خمس مرات تنتهي كان أجل السادسة منها اليوم لكن بالظروف الجديدة التي طرأت على وضعية الرئيس السابق والتي حذرنا منها مسبقا بحيث أن الرئيس السابق كان يوجد في حبس انفرادي من نوع خاص ممنوع من الاتصال بالخارج ممنوع من التعرض لشعة الشمس ممنوع من الاتصال بمن يريد باستهناء بعض أفراد أسرته وأعضاء فريق دفاعه هذه الأسباب بطبيعتها هي التي أدت إلى النتيجة التي نحن أمامها اليوم وحذرنا منها أكثر من مرة الرئيس السابق رجل في عقده السابع من العمر وله نظام حياتي تجاوز أربعين سنة في العسكر ويتدرب يوميا وله حمية خاصة كل ما طالبنا به مسبقا وصلت به النتيجة اليوم في التقرير الطبي حسب القرار الذي صدر عن قطب التحقيق حيث أكد هذا القرار أن الرئيس أصبح يحتاج إلى وضع خاص يتميز بحمية خاصة يتميز برياضة منه خاص يتميز بعدم إشعاره بالقلق بعدم تعرضه للكثير من الضغوط النفسية وهذا ما حذرنا منه أكثر من مرة لكن بالرجوع إلى الجانب الآخر من الكأس الفارغ سنجد أن الوضع هناك أيضا تساؤل أطرحه عليك مثلما طرحته على الأستاذ إبراهيم أبتي هل تريدون معاملة تفضيلية لأنه فقط رئيس سابق في حين أنه هناك مسار قضاء يجب أن يتبع والقانون فقط الجميع فعلا الرئيس السابق الرئيس السابق الرئيس السابق عامله الدستور معاملة تفضيلية بنص الدستور في المادة 93 حيث أن هذه المادة نصت صريحة أن الرئيس الجمهورية لا يكون مسؤولا عن أفعاله أذناء مارسته للسلطة لكن نحن الآن أمام مصطرة يجب أن تكون من نوع خاص خصوصا أن المعنية فيها عوملة بطريقة لم يعامل بها أي من جميع السجناء من أنواعهم في أنواع الجرائم موجود الآن كلهم له الحق في الاتصال بمن يريد له الحق في حبس احتياطي مع نوع من البشر هذا الرئيس أكثر من ستة أشهر وهو محجوز في مكان وحده بالرجوع إلى القرار الذي صدر اليوم المتمثل في الوضع الرئيس السابق تحت المراقبة القضائية هذا القرار بدوره مشوب بالكثير من الأغلاط المراقبة القضائية كالتدبير قضائي نصت عليه المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ونظمته وحددت بعض التدابير التي يمكن من خلالها أن يتعرض لها الشخص الذي وضع تحت المراقبة القضائية هذه المراقبة القضائية المتمثلة في إقامة جبرية في منزل الرئيس السابق لا توجد في القانون الموريتاني بهذا الشكل ونحن نرفضها جملة وتفصيلا نقطة مهمة دعني أن أقولها لأستاذ إبراهيم أبتي للرئيس السابق وهو الحرية نعم أستاذ إبراهيم أبتي كانت هناك مطالب خمس مرات لطلب الإفراج المؤقت الآن حتى بعد هذا القرار هيئة الدفاع تقول أنه لم يحترم فيه القانون بشكل عام ما هو ردكم أيضا على الاتهامات بأنها تأخذ طابع سياسي هذه المحاكمة بالحقيقة أود أن أنبه أن لا جدالة في كون الدولة الموريتانية الطرف المدني في هذه القضية أو دعت كل طلباتها بذلك وموجود طي الملف ولا جدالة حول هذه النقطة لأن الأمور تتعلق باستعمال النفوذ وتبيض الأموال وكلها جرائم من الحق العام ذلك ما جعل الرئيس السابق يسأل أمام القضاء العادي ولا داعية لذكر المادة 93 التي تم تجاوزها بصفة نهائية أما فيما يخص كون الطلبات الحرية المواقعة الماضية تم رفضها فهذا شأن قطب التحقيق المكلف في مكافحة البساد الذي قوم وقرر عدم الاستجابة أما اليوم فبعد أن تم تشخيص الوضعية الصحية للمتهم من طرف الفريق الطبي اعتمد الفريق التحقيق المكلف في مكافحة البساد ما أقره هذا الفريق الطبي وأستغرب تباين في وجهات في المواقف فبعض فأسرة محمد العبد العزيز تعتبر أن هذه خطوة إيجابية في غاية الأهمية وفي نفس الوقت دفاعه يقف موقف آخر هذا في الحقيقة تباين في متى الغرابة ما يهمني هنا أن أقول أن القضية تتعلق أساسا بتهم محددة لا مجال ولا يمكن الحديث هنا عنها ولماذا هنا التأخير بسرية التحقيق نعم الجميع يتسأل إذا كانت الاتهامات واضحة والأدلة متوفرة لماذا كل هذا التأخير فليحكم على الرجل وليقضى فيه بحقه وبالتالي تطويم موريطانيا هذه المحاكمة المثيرة للجدل لا الاتهامات متشعبة وكثيرة وتطلب تحريات وتطلب التحقيق التحقيق جاري لا تنسى أن الاتهام تم في شهر مارس 2021 وهذا في الحقيقة أجل قصير بالنسبة لهذا النوع من الاتهامات الذي يتطلب وقت طويل أنا أعتبر أن الأمور تسير على أحسن ما يرام من حيث التحقيق ومن حيث التطور ولكن لم يقع فيها أي تأخير مهما كان بالنظاري إلى هذا النوع من المحاكمات وما قلته أننا ليس بإمكاننا الحديث والتدقيق في كل التهم وما تم ضبطه لأنه محمي من طرف سرية التحقيق الذي لا يمكننا الحديث هنا عنها ذهي التهم واقعة وموجودة والتحقيق التواصل أستاذ جعفر ولد أبيا بغض النظر ربما عن تضارب في تصريحات المواقف ما بين هيئة الدفاع وحتى أسرة الرئيس السابق ولد عبد العزيز لكن نحن الآن أمام مسار قضاء واضح هناك عديد الاتهامات وأيضا قضايا متشعبة للفساد البال يتحدث عن أرقام كبيرة جدا للمال الذي نهب من الأموال العمومية ما الذي تريدونه بالتحديد هناك أيضا في المقابل تجاوب من طرف القضاء وتخفيف لبعض الإجراءات ومراعاة لظروف صحية للرئيس السابق شكراً شكراً بدي لو حدثنا جناب النقيب الموقر وهو صاحب الخبرة الطويلة المعروفة منذ متى تم تجاوز المادة 93 وهل تم تعديل دستوري تم بموجبه إلغاء هذه المادة حتى نقول أنه تم تجاوزها هذه النقطة النقطة الثانية لا يوجد تناقض فيما بين فريق الدفاع وأسرة الرئيس السابق فلكل منهم الزاوية التي يتحرك منها نحن نتحدث في إطار مصطرة قانونية عامة ومجردة يجب أن تطبق على الجميع بغض النظر عن مركز المتهم فيها تقدمنا بعدة نقاط مفصلة حول عدم مبررات الحرس الاحتياطي في حق موكلنا في حين تقدمنا بعد ذلك بما يثبت عدم وجود مبررات تمديد للحرس الاحتياطي في حقه أيضا لكن ولكن خلق شروط الإقامة الجبرية تجابه برأي النيابة وشروط الإقامة الجبرية خرقها ليس مبررا من مبررات الحرس الاحتياطي الحرس الاحتياطي مبرراته محدودة محددة حدث المادة 138 لكن يمكن القول أن تلك المرحلة تم تجاوزها بقرار قضائي تمثل في إداعه يوم 226 2021 السؤال المطروح الآن هو ما هو أمام الوضعية التي نحن أمامها وهي وضعية الرئيس السابق من في عمره من في وضعيته الصحية التي حذرنا وهل يحق له تسفيره إلى الخارج للعلاج في أقل من 30 ثانية لو سمحت أستاذ جعفر الوقت دامنا ذلك ما يجب على الفريق الطبي قوله ونحن لا نتدخل بها نحن نتدخل في المجال المصطري القانوني البحث وهو حقه في العلاج في أي مكان يناسبه حسب الرأي الطبي للفريق المشرف عليه وهو فريق مؤتمن نحن نذق به ولا نشكك في قراراته ولأكيد أن البيانة الذي نسيب اليوم إلى الفريق الطبي هو حرفيا ما كنا نحذر منه كنتيجة للحبسين الذرادي الذي تعرض لهم وكلنا الرئيس السابق قيلتها أكثر من ستة شهر في الفترة الماضية في مدرسة الشرطة نعم المطلوب اليوم هو تفادي الوقوع في هذا النوع من الأخطاء التي أدت بقطب التحقيق للزجي بهذا الشخص في هذه الفترة داخل حفز انفرادي لم يزره لا وكيل جمهورية ولا قاضي تحقيق ولا غرفة اتهام على الرغم من أن القانون ينص على زيارتهم الدورية له ولم يزره طبيب مطلة هذه الفترة وهو شخص في هذا العمر وفي هذه التجربة كان على الجهات المعنية التي تتفاد هذه النتيجة التي وصلنا إليها للأسف وقت هذا الحوار وهذا النقاش شكرا جزيلا لكم أستاذ جعفر ويلد أبيا عضو بهيئة الدفاع الرئيس الموريطاني السابق وأيضا شكر للأستاذ إبراهيم أبتي محامي الدولة الموريطانية وممثل حق المدني شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم